اشتركوا في القناة فنقص الغذاء والماء والمأوى سيشكل التحدي الأصعب لبقاء تلك الحيوانات على قيد الحياة التقديرات بشأن ضرر الحرائق التي لحقت بقارة أستراليا والعالم بأسر لم تنتهي بعد لكن المؤكد أن الضرر هائل وعلى الأرجح سيمثل ضربة قوية للتنوع الأيكلوجي وحتى قد يؤدي في وقت لاحق إلى موجة ثانية من نفوق الكائنات الحية في بقية مناطق أستراليا فكيف يكون ذلك؟ الحشرات تمثل أكثر من 90% من التنوع الفطري ومسؤولة عن الحفاظ على توازن الحياة على كوكب الأرض لذا فإن أي اختلال في أعداد وتنوع الحشرات يعني اختلال المنظومة البيئية بأكملها وربما انهيارها بصفتها حلقة الوصل بين جميع الكائنات الحية واختفاؤها يعرض كائنات كثيرة للانقراض العالم يحتاج إلى الحشرات للمساعدة في نشر جراثيم الفطريات المحلية والحفاظ على صحة الغابات وأدائها والنباتات تعتمد بشكل رئيسي على الحشرات لتتكاثر هي أيضا مصدر غدائي حيوي لمجموعة واسعة من الثدييات والطيور والزواحف والأسماك والأنواع البرمائية وهكذا فإن الانخفاض المفاجئ في أعداد الحشرات سيولد عواقب وخيمة وفي ظل استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يعد المسبب الرئيس لحرائق أستراليا فإن البشرية ستكون على موعد مع تغير شامل في المنظومة البيئية وينضم إلينا من بيروت الخبير البيئي حبيب معلوف سيد حبيب أهلا وسهلا بك ضيفا كالك كريما على سكاينيوز عربية يعني بعد حرائق أستراليا قديش اليوم بدنا نكون عتلانين هام قدي بدأ يكون عندنا نوع من مشكلة مع هذا الموضوع الإحصاء اليوم إلى أي مدى يشير إلى كوارث في هذا الإطار طبعا هذا التقرير الذي تم إعداده جيد ولكنه لا يعبر عن كامل الحقيقة لأن زيول هذه الحرائق لم تنتهي بعد هناك الكثير من الكائنات عندما أخلصيا الحيوانات عندما تفقد المأوى وعندما تفقد الغزاء وعندما تفقد الأماكن التي كانت تلجأ إليها لمواجهة أعدائها الطبيعيين تصبح فريسة لحيوانات أخرى وهذا عندما الغطاء النباتي كان يشكل أيضا ضمانة للاختباء من الأعداء الطبيعيين عندما تفقد هذا الغطاء أيضا تتعرض أكثر وأكثر إلى الانكراد في مراحل لاحقة بالإضافة إلى طبعا فقدان الغزاء وفقدان المأوى إنما المشكلة الأساسية أيضا أن هذه الحرائق ناجمة فعلا عن زيادة حرارة الأرض أي عن تغير المناخ وهذه الحرائق بحد ذاتها أيضا تسبب في زيادة الانبعاثات المسببة تغير المناخ وعندما تحترق الغابة أيضا يعني أننا فقدنا أيضا القدرة على امتصاص سينة وكسيط الكربون المسبب بالتغيرات المناخية طيب سيد حبيب يعني الحرائق لألاف السنين كانت جزءا لا يتجزأ من المناطق الطبيعية في أستراليا ما الذي يجعل هذه الموجة الأخيرة من الحرائق الأخطر وتدعيتها كذلك الأخطر على المنظومة البيئية في العالم بأسره هذا ما كنت أريد أن أصل إليه لأن الحرائق هي شيء طبيعي كانت تحصل دائما خلال تاريخ الكرة الأرضية إنما الآن زيادة هذه الحرائق هي المشكلة لأن زيادة حرائق ناجمة عن زيادة حرارة الأرض كما هو متوقع وما يحصل الآن ليس مفاجئا كل تقارير الدورية منذ بداية العام 1970 إلى العام 1990 كل تقارير كانت تركز على هذه الناحية أن تغير المناخ حاصل فعلا أن هناك زيادة حرارة الأرض وزيادة الجفاف سيكون هناك ينجم عن ذلك زيادة كبيرة في الحرائق التي ستخرج عن السيطرة في الكثير من المناطق إذن موضوع تغير المناخ جوهري وأساسي في هذا الموضوع لفهم ماذا يحصل والحرائق بحد ذاتي عندما تحصل سيد حبيب نحن هذا العام كنا إذا بنا نحكي من اليوم لسنة إلى الخلف نحن أمام كارثتين كبريين نحن نحكي عن الأمازون حرائق هائلة وعن نحكي عن أستراليا حرائق هائلة أيضا وغير مسبوقة تأثيرهما بالتنين اليوم على الكرة الأرضية إلى أي مدى نحن أمام خطر محدق بنا وكبير نعم ونسيط أيضا العام الماضي الحرائق في الولايات والتحدة الأمريكية في الكثير من الولايات إذن الحرائق تحصل في كل أسقاع العالم والمخاطر تزداد أكثر فأكثر كل هذه الحرائق كما قلت ناجمة عن زيادة حرارة الأرض وزيادة الجفاف وهذه الحرائق ستزيد أيضا عندما تحصل ستزيد من الانبعاثات وتزيد من الانحباس الحراري وبالنتيجة العالم سيفقد أيضا رئته التي تمتص سينة أكسيد الكربون مثل المحيطات التي تمتص سينة أكسيد الكربون سيد حبيبي يعني الحكي كله اليوم سلبي في هذا الإطار وفعلا شيء يوجع الرأس أليس هناك بصيص أمل في هذا الإطار كيف هو الحل في هذا الموضوع يعني هل هناك طرق لتلافي أن يكبر هذا الخطر هذا الخطر ربما هل هذه المناطق ستعود إلى خدرتها السابقة هل يمكن أن تعود بفعل الطبيعة هل هناك أمور يجب أن تقوم بها السلطات في هذا الإطار لأن الحكي كله سلبي وفعلا حكي مخيف اليوم نعم للأسف أنني لا أعرف أتحدث في هذه الفترة الأخيرة غير عن السلبيات ولكن المشكلة أن هذه الحياة هي حقيقة والمشكلة الثانية أن اعتراف الدول بهذه المشكلة ضعيف جدا ولا سيمة الدول الكبرى ونحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي تحديدا الأخير لم يعترف أن الحرائق زادت في بعض الولايات الأمريكية بسبب تغير المناخ وهو أيضا لم يعترف باتفاقية تغير المناخ وليس هناك من أمل غير أن الطبيعة بحد ذاتها ممكن في بعض الأحيان بعض تعرف أن الحرائق عادة تضرب أكثر الزواحف والحشرات كما قال التقرير إنما في بعض أنواع الطيور يمكن أن تبقى لأنها تستطيع أن تغادر وأن تبتعد وأن تنقذ نفسها من حرائق أكثر من غيرها من الكائنات وللأسف كان يكون قديما الغربان تأتي دائما بعد الخراب بمعنى أنه بعد الحرائق عالة كانت التاريخ كانت الغربان هي التي تكسر لأنها تنجو أكثر من غيرها من الحرائق فلذلك كان يعتبر الغراب من منذر بالشؤم لأنه يأتي بعد خراب فهو ليس يأتي بعد خرابه لكنه يستطيع أن يتأقلم أكثر مع الكوارث ويستطيع أن يصمد وأن يعيش وأن يجدد وأن يساعد بتجديد الحياة في الغربات وفي المناطق التي كانت منتعشة وثم ضربتها اللينيار فهذا نحن نأمل أن يكون هناك الكثير من الغربان تأتي وتعيش بعد الحرائق وتساهم في إعادة التنوع البيولوجي إلى المناطق المحتاركة في العالم شكرا جزيلا الخبير البيئي حبيب معلوف كنت معنا مباشرة من بيروت شكرا جزيلا الخبير